الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات تيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله رسالة وصلت إلينا من رواد مسجد الدعوة بدلس رواد مسجد الدعوة بدلس كان سبق أن جاءني سؤال من رجل يقول هل تصح الصلاة في مسجد الدعوة في دلس وحسب هذا الرجل يقول أن هذا المسجد بني على أرض غصبت يعني أرض أخذت عنوى وقوة من إحدى العجائز وبناء عليها جامع وأنا كنت دهت نداء لسكان دلس وللآئمة عدلس ولإمام هذا المسجد وللجنة بشبعتنا توضيح حول هذه المسألة لأن هذه المسألة ليست من المسائل التي يسكت عنها لأنها يتعلق بها صحة الصلاة وتحريم الصلاة في هذا المسجد ورواد المسجد جزاهم الله خير وملأ الله بيوتهم بالخير والبركة ورئيس لجنة المسجد السيد المحترم علي حانين بعتنا بهذا التوضيح قالوا لقد وصلتكم رسالة من منطقة دلس يسأل فيها صاحبها عن مسجد بني على قطعة أرض هي ملك لإحدى النساء فأخذوا أرضها عنوة لبناء مسجد هو حاليا مسجد الدعوة بمنطقة البساتين دلس ونحن رواد مسجد الدعوة نرسل إليكم هذا التوضيح عن هذه التهمة الباطلة وهذا السؤال المسموم من مجهول له أغراض دنيئة ومقاصد مشبوهة من خلال سؤاله ذلك فالله حسيبه وهو نعم الوكيل وإليكم التوضيح اسمعوا الجواب تعواد مسجد الدعوة يقولوا فلو كان السائل صادقا لأخبركم أن قطعة الأرض المشار إليها كانت منذ عهد قديم ملكا لأحد المسلمين الأطراك فأوقفها وقفا في سبيل الله لتكون مسجدا ومدرسة قرآنية وستكون هذه الرسالة مرفوقة بكل الوثائق ولو كان السائل صادقا وهو من ورائه أو هو ومن ورائه لأخبرك أنه إبان الاستعمار الفرنسي استولى على هذه الأرض أحد المعمرين المجرمين وهو إسبان الأصل فكان يسكنها ويستعملها وكانت له بنت فزوجها بمستعمر آخر إسبان الأصل أنجبت منه ولدين ثم تطلقا فلما تطلقا طرد هذا الأخير من قبل نسيبه فحدث أن ماتت هذه الزوجة ومات أبوها فراجع هذا الزوج إلى هذه القطعة من الأرض فأخذها بحجة أنه يرعى أبنائه ثم آتوا له بإمرأة أخرى فتزوجها ولا ندري بأي طريقة تم ذلك كونه كان كافرا وهي مسلمة المهم في كل هذا الكلام الذي يهم واشنو الذي يهم أن قطعة الأرض هذه ملكها أحد المسلمين من الأتراك وسبلها وأوقفها وقفا لتكون بيتا لله ومدرسة قرآنية فكل من سكنها بعد ذلك سواء الإسبان المعمر أو سواء المرأة المسلمة لا يجوز لهم ذلك وحسنا فعلت هذه اللجنة وحسنا فعل سكان دلس لما أعادوا الأرض إلى أصلها كيف نعيد الأرض إلى أصلها أن تعود وقفا كما أوقفها صاحبها لأن الوقف لا يموت الوقف لا يتقادم لأن الوقف لله والله حي لا يموت الله دائم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم شكرا على هذا التوضيح وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الرسالة طويلة كل المعلومات الأخرى لا تهمني الذي يهمني أن يثبت أن هذه الأرض كانت وقفا لمسجد ولمدرسة وهي اليوم مسجد ومدرسة وهذا الرجل الذي قال أنا ما صليت في هذا المسجد لمدة عشرين سنة الآن رك سمعت أن هذه الأرض كانت وقفا لمسجد ومدرسة فصلي وصلتك صحيحة وصلاة الناس صحيحة ولا شيء عليك ربما اشتبه عليك الأمر ربما أعطوك معلومات خاطئة ربما وصل إلى ذهنك كلام خاطئ عن هذا المسجد فعليك أن تصحح هذه المعلومات وسلام ودعوات لعواد مسجد الدعوة في الأصل يقول في الأصل كان على قطعة الأرض هذه مسجد وزاوية قرآنية تسمى سيدي عبد الوهاب وذلك قبل الاستعمار بزمن بعيد ورسالة مرفوقة بنسخة من عقد الوقف انظرها هذا عقد الوقف لم يصني ولكنني أصدقكم مدى ما تقول أنكم أرسلتموه أنا أتلقى مئات ومئات الرسائل والفاكسات يعني لم يصني هذا عقد الوقت ولكنني أصدق ما تقولون فالصلاة صحيحة في مسجد الدعوة وكل الناس الذين اتصلوا بنا يعني يستفسرون عن حكم الصلاة في هذا المسجد لقد تبين الآن أن هذا المسجد كان أصلا مسجد موقوفا لله جل جلاله وكان زاوية فكل من استولى على قطعة الأرض هذه من الرجال والنساء من المسلمين وغير المسلمين بقاؤهم على هذه الأرض حرام لأنها وقف والوقف لله جل جلاله تحياتي ودعواتي لسكان دلس الله يعمر داركم بالخير والبركة سائل يقول أنا أقضي صلاة الفائتة فهل أصل الترويح؟ نعم قال علماؤنا عليهم أرضى ورضوان اللي يقضي الصلاة يصلي الترويح لأن الترويح نافلة مخصوصة تأتي في زمن مخصوص ولا تأتي طيلة السنة ولذلك أقضي أنت أقضي يومين في يوم أكصلي يومين ظهر عاصر مغرب عيشة صبح ظهر عاصر مغرب عيشة صبح ولما تجي الترويح صلي الترويح مع الإمام لا شيء عليك إن شاء الله وصلاتك صحيحة وذهب بعض المالكية إلى أن من يقضي لا يصلي الترويح ولكن ذهب كثير من العلماء وقولهم معتمد وهم مالكية ولهم الدليل ويعمل بقولهم أن يجوز أن يصلي الترويح فصل الترويح لا شيء عليك تائل يقول زوجتي حامل في شهرها الثالث وأنا بطال فهل يجوز لنا إسقاطه حتى أجد عملا هذه ها إلى هذه بل لا لي حوزهم الخدماء ما رحش يحوز خدماء يروح يسقط ولده ليحوزهم الخدماء ما شيء يروح يحوز خدماء يروح يقتل الجانيل يروح في كش مرتو وشهد العقلية على زوجتي حامل وأنا بطال هل يجوز لي إسقاطه حتى أجد عملا ولما تجد عملا تعالوا تحييه هاكا تسقطتم وقتلته ودرتول الحبوب كما الحبوب تعالى الفئران ومن بعدك يوم أن تجد عملا تعالوا تحييه وقد قاتلت نفسا وقال علماؤنا إن قتل الجنين أكبر عند الله من قتل الحي لأن الجنين لا يدافع على نفسه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة